أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الصيام في الإسلام له فضل عظيم وله مكانة عظيمة لا سيما وأن الصيام ركن من أركان الإسلام والصيام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ركن عندما تحدث عن صيام شهر رمضان في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وصوم بمعنى بسيط حتى يفهمه المشاهد الكريم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا الركن وهذه الشعيرة وهذه العبادة العظيمة لها ثمرات من هذه الثمرات أن الصائم يغفر ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب تلك بائر بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصائم في رمضان أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وزاد الإمام أحمد في مسنده في الرواية الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وللصيام ثمرة عظيمة أن الصائم ينجو بفضل صومه لله من النار ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثمرات الصيام التقوى ولذلك قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصائم الذي يحسن صيامه لله تبارك وتعالى ويكون مخلصا ومتمسكا بأخلاق الصائمين لا بد أن يكون في النهاية من أهل التقوى ومن المتقين الذين تكلم عنهم القرآن في بدايات القرآن الكريم وفي صورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم المتقون يا ربنا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ما جزاؤهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هؤلاء هم أهل التقوى أيضا من ثمرات الصيام للمؤمن أن الصائم أجره عظيم ولذلك أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الله عز وجل يعطي الأجر العظيم على جميع الطاعات فكل عمل ابن آدم له له حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لكن الله قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ثم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وقال للصائم فرحتان فرحة إذا أفضر ويفرح الفرحة الثانية إذا لقي ربه لأنه يجد الجزاء العظيم وأختم معكم بجزاء الصائم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق الباب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصائمين لله حق الصيام ومن الطائعين له حق الطاعة وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم